مين مضغوط أكتر من وجهة نظر حضرتك ومن خلال خبرة حضرتك الرجالة ولا الستة؟ مين أكتر عليه ضغوط؟ أياً ما كان إيه شكله هو الضغوط يعني؟ مش لازم تكون مادية، احنا بنتكلم بشكل عام من يتحمل أكتر الرجالة فلو قلنا ضغوط بشكل معنى كلمة ضغوط وعملنا مساوامة بين الاتنين في اللحظة بتاعته الضغوط هممكن رجل ما يشتكيش من الضغط اللي عنده وممكن الستة تشتكي أكتر فمين المضغوط اللي مش متحمل أكتر أكيد السيدات عليهم عبء رهيب جدا وفي نفس الوقت الصلابة النفسية لمواجهة الضغوط عند المرأة أقل من الصلابة النفسية عند الرجل لمواجهة الضغوط فبالتالي هي عند يعني الضغوط عند الستة أكتر؟ الشعور عندها أعلى من شعوره الرجل بالضغوط لأن الرجل خلق بطبيعة يتحمل المسؤولية يتحمل عنده حتى الكونسبت مش قدرة عضلية، قدرة نفسية في فكره كده هو متربي كده اتحمل عشان كذا وأنت المسؤول عن البيت لو هو مثلا عنده خد بنات أنت الأخ الكبير، أنت الرجل عنده بنات أنت المسؤول عنه فهو خلاص فعنده استعداد يواجه المشكلات أو التحديات والألام هي بأسلوبها أو بشخصيتها أو بطبيعتها أو بفطرتها هي بتسعى لإيه؟ تسعى لأنها تحقق ما تريد ولكن مش هتتحمل بنفس قدرة التحمل بتاع الرجل بطبيعة، طبيعة الرجل وطبيعة المرأة تسعى لأنها تحقق التحمل بنفس قدرة التحمل بنفس قدرة التحمل بنفس قدرة الدرسية اشتركوا في القناة